أبي هريرة من الصحابة الكرامة لليوم فضلوا أهمية كبيرة جدا في الدعوة الأسلامية ويكفي أنه واحد من أهم وأكبر من روى الحديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هيكون كلامنا إن شاء الله عنه النهاردة مع فضلت الشيخ عويد عثمان مدير إدارة الفتوى بدار الإفتاء المصرية وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضرتكم وأسئلتكم شيخ عويدة سلام عليكم وكمل سلام حضرتك بالفخير أهلا بي أهلا بي أهلا بي يبدأ كلامنا عن أبي هريرة يمكن السؤال المعتاد اللي احنا حنتعود ونبدأ بيه حلقتنا وهو ما يخص الشهر الكريم السنة دي ناس كتير جدا اتحرمت من موائد الرحمن وهي كان بيبقى ليها متعخصة خصوصة للشخص اللي بيقفوا بيخدموا بيسعوا بيجريوا بيأجل فطاروا آخر واحد لحد ما يتطمن إن كل الناس فطرت إيه البدائل لموائد الرحمن بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ده اطعام الطعام من أهضم الأعمال في الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة كان من بداية ما قال أيها الناس أطعم الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فس بقول دايما اللي بيطعم الطعام ده أنت بتطعم الطعام ليه لله ولا للناس لو كان لله يبقى أنت هتودل حاجة لحد البيت مش لازم بعض الناس تحب تعمل وتبين للناس أنا عامل مائدة رحمة فلما السنة دي ما فيش خلاص ما يطلعش حاجة يبقى أنت ما كنتش بتعملها لله بقى بتعملها لله إن أنا الآن ضيق علي أو أنا بتتبع النظام بتتبع التعليمات لإني فيه خطورة من هذه التجمعات أنا بجهز الطعام في صورة شنط أو في مواد جافة أو أطعمة جافة وبتدي أخبط على الفقير وأدهل وياخد أجر وثواب وياخد أجر وثواب كامل طبعا إن شاء الله إحنا قلنا الإنسان الذي كان يعمل الطاعة ثم حبس عنها يأخذ الأجر كاملا فده البديل وده مهم جدا وده يبين الإنسان الذي كان يطعم لله والذي كان لا يطعم أو يطعم ابتغاء الشهرة وابتغاء نظر الناس